موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي اهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس النحو واتمنى ان شاء الله ان الدرس يعجبكم درسنا النهار ده هو كان واخوتها وخلي بالك عشان تفهم درس كان واخوتها لازم تفهم كويس اوي درس انواع الخبر لان المنهج هنا لازم تفهمه من اوله النحو قائم على بعضه ولازم تفهم الدرس الاولاني عشان تستوعب بقية النحو هنراجع مع بعض كده بسرعة ونشوف الفرق ما بين الجمل قبل كان واخوتها وبعد ما دخلت عليها كان واخوتها الحديقة رائعة الجميل الحديقة رائعة الجميل طيب لو انا هدخل على الجملة دي كان واخوتها هتبقى كانت الحديقة رائعة الجميل كانت الحديقة رائعة الجميل هنخلي بالنا كان واخوتها بتدخل على الجملة الاسمية طيب ما غيرتش حاجة في المبتدأ الحديقة مرفوعة بالضم عادي جدا مرفوعة بالضم عادي جدا لكن غيرت الخبر كان واخوتها ملهاش دعوة بالمبتدأ خالص لكن غيرت الخبر يعني في الجملة الاولانية الحديقة رائعة الجميل الحديقة مبتدأ مرفوعة بالضم رائعة خبر مرفوعة بالضم لكن لما دخلت كان واخوتها الحديقة هنا اعربها اختلف ورائعة ايضا اعربها اختلف هنقول الحديقة اسم كان مرفوعة بالضم رائعة خبر كان منصوب بالفتحة يبقى كان واخوتها افعيل بتدخل على الجملة الاسمية بتخلي المبتدأ زي ما هو المبتدأ مرفوع بالضمع عادي لكن بيبقى اسم كانة او اسم مازالة اسم ليسا لكن بتغير في الخبر وبتخليه منصوب يبقى كانة واخوتها بتنصب الخبر المعهد كبير المعهد مبتدأ مرفوع بالضمع كبير خبر مرفوع بالضمع طيب لما دخلت كانة واخوتها على الجملة هتبقى ليس المعهد كبيرا لو بصينا على الخبر هنا كلمة كبير اصبحت منصوب اصبح منصوب خلي بالك كانة واخوتها بتنصب الخبر بتنصب الخبر التلميذان مشتهدان التلميذان مشتهدان طيب لو هدخل انا كانة واخوتها هتبقى اصبح التلميذان التلميذان زي ما هي طيب الخبر او المثنى بينصب بايه طبعا بينصب بليه هتبقى مجتهدين تبقى صارة التلميذان مجتهدين ليه لان المثنى بينصب بليه طيب التلميذتان مجتهدتان مع المثنى المؤمن تبقى كانت التلميذتان خلي بالك كانة واخوتها ما غيرتش حاجة في المبتدى هي شغلها كله على الخبر علشان كده بقولكم الدرس قائم على الدرس اللي قبله ان كان اخوتها عشان افهمها كويس واسعوبها لازم اكون فاهم درس انواع الخبر طبعا مجتهدتين هتبقى منصوبة بليه لان كان اخوتها بتنصب الخبر تبقى مجتهدتين خبر كان منصوب وعلامة نصبي اليه لانه المرضى متقلمون المرضى متقلمون هتبقى اضحى المرضى متقلمين كانة واخوتها بتغير في الخبر طبعا المثنى ينصب الياء وجمع المذكر بينصب الياء الحراس مستيقظون فين الخبر كلمة مستيقظون هتبقى بات الحراس مستيقظين بات الحراس مستيقظين الطلاب اذكياء هتبقى احسنتم ياولاد يظل الطلاب اذكياء طبعا اذكياء خبر يظل منصوب بالفتح الامهات ساهرات طيب نرجع مع بعض كده جمع المؤسس السليم بيرفع بالضمة وينصب ويجر بالكاس يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكاس طيب تبقى ايه باتت الامهات ساهرات لان ساهرات خبر بات منصوب بالكاس لانه جمع مؤنس السليم يبقى علشان افهم كان واخوتها كويس لازم اعرف اطلع الخبر لان كان اختها بتغير في الخبر ولازم اكون عارف علامات الاعراب للمفرد والمثنة والجمل طيب مع بعض او نموذج اعرابي كامل كان البستان مسمران كان طبعا فعل ماضن ناقص ناسف مبني على الفتح فهو كان فعل ماضن طب ليه ناقص لانه ليه يتم معنى الجملة الا بوجود الخبر معنى الجملة اللي دخلت عليها كان اخوتها ما بيتم الى بوجود الخبر عشان كان اسم فعل ماضن ناقص طب ليه ناسخ ناسخ لانه بيغير في اعراب الخبر ناسخ لانه بيغير في الاعراب البستان هتبقى اسم كان مرفوع وعلامة رفعية ضم انه قلنا كان واخوتها ما بتغير شي في المبتدأ حاجة لكن بتغير في الخبر مثمرا هتبقى خبر كان منصوب وعلامة نصبي الفتح طبعا المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسر طيب اضحى الفلاحان ناشطين اضحى الفلاحان ناشطين طبعا كلمة فعل ماضن ناقص ناسخ قلنا ماضن ليه هو فعلا بيدل على الماض طب ليه ناقص لانه لا يتم المعنى الا بوجود الخبر ناسخ لانه رب بتاعي الفلاحان تبقى ايه احسنتم اسم اضحى منصوب ولا مرفوع طبعا برفع علينا مرفوع بالالف لانه مثن المختلف لا يرفع بالالف ينصب ويجر بالكسر طيب ناشطين هتبقى خبر اضحى منصوب وعلامة نصبي اليا باتت باتت دي من اخوات كان باتت فعل ماضي ناقص ناسخ واقول للمرة الاخيرة ناقص يعني لا يتم المعنى الا بوجود الخبر ناسخ يعني مغير بيغير في اعراب الجمه تبقى فعل ماضي ناقص ناسخ التاء هنا يا ولاد تاء ليس لها محل من الاعراب او ماليش دعو بالاعراب مش علي السنة الام هتبقى ها حد يقول مفتنع ازعل احسنتم هتبقى اسم باد مرفوع وعلامة رفعه الضم سهرة هتبقى خبر باد منصوب وعلامة نصبي الفتحة طبعا لانه مفرد ظل العاملون واقفين هتبقى ظل فعل ماضي ناقص ناسخ مبني على الفتح العاملون اسم ظل مرفوع وعلامة رفعه اللواو لانه جمع مذكر سالم وواقفين هتبقى خبر ظل ممصوب بالياء لانه جمع مذكر سالم وجمع المذكر السالم بيرفع بالواو وينصب ويور بالياء ينصب ويجرب بالاي بالياء احسنتم يا شباب يبقى لازم اكون اعراب المفرد اعراب المسنع اعراب الجمع لازم اراجع الحاجات دي قبل ما اخر الدرس الجديد هناخد القاعدة مع بعض يبقى كانوا اخوتها افعال ناقصة ناسخة تدخل على الجملة الاسمية ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبره ويسمى خبره تين كانوا اخوتها افعال ناقصة ناسخة تدخل على الجملة اسمية ترفع المبتدأ ويسمى اسمها تنصب الخبر ويسمى خبره ولازم اكون عارف علامات الاعراب من الاول المفرد والمسنع والجمع علشان اعظر ان انا افهم القاعدة بتاعتي كويس طيب ممكن تيجي كان اخوتها ممكن تيجي في المضارع وفي الفعل الماضي والامر يعني سواء مضارع او ماضي او امر كلها واحد وقلنا ناقصها يعني لا يتم معناها الا بالخبر وناسخة يعني مغيرة بتغير في الاعراب بتاعي طيب اخوات كان بقى يا ولد كتيرة جدا كتيرة اصبح اضحى ظل امس بات ليس ما زال برحة ما فتئة وما ارفك خلي بالك من حاجة صار بمعنى حول غير من حالة لحالة تاني كانت صار بتيجي بمعنى تحويل من حالة لحالة صار الماء ثلجا حولت الماء تحول من مية لثلج من حالة السائلة للثلج فبتيجي بمعنى تحويل من حالة لحالة صار اللبن جبنا نفس الموضوع طب ليس خلي بالك من ليس بتنفي ليس بتيجي بتنفي الجملة بتاعتي طيب ملحوظة بقى حامة جدا اسم كانة واخوتها ممكن ييجي ضمير متصل في كانة اخوتها او ضمير مستطر تاني اسم كانة واخوتها قد يأتي ضميرا متصلا بها او ضمير مستطر اصبحتم مشتهدين طيب فين اسم كانة اصبحتم مشتهدين اصبح هنا الفعل الموضع النقص بتاعي او الناس التاء دي اولا تاء اصبحتم التاء دي هنا هي اسم اصبح فخلي بالك سرطن سرطن التاء خلي بالك برضو التاء سرطن دي برضو متصلة بها فاسم كانة اخوتها قد يأتي ضمير متصل بها او ضمير مستطر مش موجود زي كن قويا كن ايه ده قويا قويا خبر طيب فين اسم كانة هنا فين اسم كن كن انت قويا ففي الفعل الامر هنا لما كن امر فطبعا اسم كانة جاي هنا ضمير مستطر او مثال كمان الطالب صارة مشتهدين صارة الفعل ماضي ناقص ناسر طيب فين الخبر مفيش ضمير مستطر فين المبتدأ او اسم كان اسم صارة ضمير مستطر يبقى اسم كانة اخواتها ممكن يجي ضمير متصل بها او ضمير مستطر مش موجود فنخلي بالنا برضو من حاجة زي دي بعد كده هناخد مع بعض التقويم استخرج خبر كانة اخواتها ثم اعرم استخرج خبر كانة اخواتها ثم اعرم اصبح الجو باردا طبعا طب لو انا هعرم الجملة كاملة اصبح فعل ماضي ناقص نازخ الجو اسم اصبح مرفوع وعلامة رفعه الضم باردا هتبقى طبعا هي الخبر هنا خبر صارة خبر اصبح منصوب وعلامة نصبه الفتح تبقى خبر اصبح منصوب وعلامة نصبه الفتح الجملة التانية أمسى الباحثون مفكرين أنا عايزة هنا الخبر تبقى كلمة مفكرين خبر أمسى ممصوب وعلى ما تنصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم كنتن مشتهدات كنتن مشتهدات طبعا فين هنا خبر كنت هتبقى مشتهدات طب خلي بالنا كده نراجع مع بعض هي جمع مذكر جمع مؤنس سالم وجمع المؤنس السالم بيرفع بالضمة وينصبايبر بالكسر يبقى هنا مشتهدات خبر كنت منصوب وعلى ما تنصبه الكسر لأنه جمع مؤنس سالم أتمنى إن شاء الله إن الدرس يعجبكم وتكونوا فهمتوا كويس